نشرة السابعة صباحا للأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية ونستهلها مستمعين مشاهدين الكرام بالعنوين رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة أن يكون مشروع تنقيح نظام التعامل بالشيك قائما على التوازن بين كل الأطراف ويؤكد ضرورة تيسير السبل لكل من عبروا عن إرادتهم في بعث شركات أهلية الشركة واللحوم تشرع هذا الأسبوع في بيع الأضاحي ولحم الضأن الجاهز بأسعار تفاضلية الدروس الخصوصية لتلاميذ البكالوريا ومفعولها المالي على العائلات محور تقريرا في هذه النشرة وفي قطاع غزة استشهادوا ثلاثة فلسطينيين فجر اليوم في قصف ساروخي استهدف مخيم البريش مستمعين مشاهدين الكرام إنما كنتم أسعد الله صباحكم بكل خير شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه أمس بوزيرة العدل ليلى جفال شدد على أن مشروع تنقيح عدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بنظام التعامل بالشيك يجب أن يكون قائما على التوازن بين كل الأطراف من الساحب والمسحوب عليه والمؤسسات المصرفية والمالية ويقتعى نهائيا مع النظام القانوني الحالي وما أدى إليه من ضحايا وأكد رئيس الجمهورية ضرورة أن يكون مشروع التنقيح قائما على التوازن المنشود وفي الوقت ذاته مكملا وموضحا ورافعا لكل لبس يتعلق بمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل الحادي عشر بعد الأربع مئة من المجلة التجارية وتطرق اللقاء الذي جمع أمسي رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير أملاك الدولة وشؤون العقرية محمد رقيق وكاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهنية المكلف بالشركات الأهلية رياض شود تطرق إلى أسباب تعثر بعث شركات أهلية بالرغم من أن عديد المواطنين بادروا بتقديم عديد المشاريع خاصة في المجال الفلاحي ولم تقع الاستجابة لمطالبهم وأصدر رئيس الدولة تعليماته بتذليل كل العقبات خاصة منها تلك التي يتم افتعالها لأنه لا مجال لتواصل إقصاء الشباب والعاطلين عن العمل في حين يقع تسويغ أراضي الدولة الفلاحية بسهولة وبأبخس الأثمان لمن لا يستحقون وفي أجال مختصرة كما أكد أن كل مسؤول محمول عليه تطبيق القانون وتيسير كل السبل لكل من عبروا عن إرادتهم في بعث شركات أهلية وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه أمس بكل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عبد المنعم بالعاتي وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه ريذا جبوج أكد ضرورة تعهد السدود بالصيانة لأن بعضها غمرته الأتربة إما بصفة كاملة أو بشكل قلص بشكل كبير من قدرتها على تخزين المياه وأوضح أن الوضع الذي تعيشه تونس اليوم هو نتيجة لعقود من انعدام التعهد والصيانة إلى جانب الإحباس الحراري وشح المياه الذي لم تكن تونس سببا فيه بل هي ضحية من ضحيها كما تعرض إلى المشاريع المتعلقة بتحلية مياه البحر التي شارف البعض منها على الانتهاء وإلى ملف الجمعيات المائية على صعيد آخر أكد رئيس الجمهورية ضرورة أن ينطلق الديوان الوطني للأعلاف في عمله حتى يوضع حد للإحتكار الذي عانى منه الفلاحون ومرب والماشية والدواج لمدة سنوات وأثر سلبا على انتاج الحليب وتسبب في تقلص ثرواتنا الحيوانية وارتفاع الأسعار كما تعرض كذلك رئيس الدولة إلى الفلاحة في الصحراء التونسية والعمل سريعا حتى تكون بدورها مناطق خذراء في موضوع آخر تشرع شركة واللحوم بداية من يوم السبت القادم في بيع أضاح العيد بسعر 21 دينارا وتسعمائة مليم للكيلوغرام الحي وذلك بمقرها الرئيسي بالوردية مع توفير أربعة آلاف أضحية المدير العام لشركة اللحوم طارق بنجزيا والتفاصيل إطار ممارسة دورها التعديلي تنطلق شركة اللحوم إن شاء الله بداية من يوم السبت الثمانية في تسويق معناتها كميات هامة توصل حتى لأربعة آلاف أضحية من الأضاح العيد بسعر تم تحديده في مستوى 21 دينار وتسعمائة السعر هذا باتبعات الحال هو السعر معناتها حاولنا باشرعيه فيه أولا القدرة الشرائية المواطن إلى جانب كذلك حاولنا باشرعيه فيه مصالح الفلاحة اللي هو تعب صحيح تم ارتفاع مقارنة بالسنة للفارطة في مخصص سعرها وهذا يعود إلى عدة عوامل منها المناخية في علاقة بحالة الجفاف كذلك منها الهيكلية اللي هو في علاقة بارتفاع الأصعار بتاع الأعلاف اللي هي قاتشة طراجة للأسابيع والأشهر للفارطة وأضاف مدير شركة اللحوم طارق بنجزيا أن الشركة ستوفر نقطة بيع مركزية بمقرها بالوردية بسعر 36 دينارا وخمسمائة مليم للكيلوغرام الواحد من لحم الضأن الجاهز كما سيتم فتح سوق الدوابة التابعة للشركة للعموم انطلاقا من يوم الخميس المقبل لضمان الشفافية التامة في المعاملات شركة اللحوم هي في إطار الاستعدادات متاحة كبيرة تتوفر نقطة البيع المركزية متاحة بالشركة في الوردية لحوم حمراء اللي هي فرشكة بتاع تونس معناتها اللحم بان محلي بسعر مناسب في حدود 36 دينار وخمسمائة للكيلوغرام وهذا معناتها في كبيرة الحال الوزارة التجارة ثقفت أسعار اللحم الحمراء في مستوى 49 دينار وهذا قرار هام جدا سيمكن نوعا ما من الحد من الارتفاع الصاروخي في أسعار اللحم الحمراء إلى جانب كذلك عن سوق الدواب متاعنا فالشركة اللي هو يفتح الأبواب متاعه بداية من يوم الخميس لعموم المواطنين وكذلك للقصبين والمربين واتباية الحال مع توفير كافة الضمانات وشافية المعاملات في مستوى سوق الدواب متاعنا وهو يعتبر من أكبر أسواق الدواب في الجمهورية التونسي في الشان التربوي تنطلق غدان الأربعة اختبارات الدولة الرئيسية لامتحان البكالوريا الذي يعد أحد أهم الاختبارات الوطنية الذي تحرص الدولة على كسب رهانه فيما يتعمل العائلات جاهدة لتوفير كافة أسباب النجاح لأبنائها من ذلك تمكينهم من الدروس الخصوصية التي أضحط اليوم تثير جدلا خاصة فيما يتعلق بتكاليفها وفي دعاية بصلي والتقرير التالي في سباق الأمتار الأخيرة قبل الانطلاق يسابق المترشحون لامتحان البكالوريا الزمن للتزود بأوفر قدر ممكن من المعلومات والشروحات يستدركون من خلال الدروس الخصوصية ما فاتهم ويستوضحون ما أشكل عليهم خلال الموسم الدراسي استطلعنا أراء عدد من المترشحين للبكالوريا بالخصوص بالنسبة لي أن أبا كنفوه الرأي أنه المات مضروري برشا أما الفيزيك وكل ذلك تنجم تقرأ في الدار وحدك تنجم تفهم الألغورية تم كيف كيف لازم هذا تفهم لكثيرية للسيدة ما يعطيبش كل شيء تجربت مع دروس الخصوصية كانت مفيدة عليك في الثالثة الحقيقة ما تخرج من أول العام خات عند أستاذ وتجربة ما كانت شناش حالا خات جروب معابي خات عند أستاذ إيه ومن اللي كنت نجيب في أعداد خايب علي الأخر رئيس جمعية أولياء التلاميذ ريزا الزهروني أكد في تصريح للأخبار أن الدروس الخصوصية شر لا بد منها اللي نأكدوه هو أن الدروس الخصوصية أصبحت في نفس الوقت نعمة ونقمة شر لا بد منها اليوم التلميذ التونسي البنية ولا الولايات اللي ما يقرروا الدروس الخصوصية منذ بداية مسارهم الدراسي من الصعب جدا جدا باش ينهيوا هالمسار هذه وينشعوا لكن المشكلة أنه فما سلوكيات لا أخلاقية فما ربما عملية ابتزاز لا لسببا لأنهم فقراء رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لطفا رياحي أكد بأن الدروس الخصوصية مكلفة جدا للأسرة التونسية وخاصة منها دروس المراجعة للبكالوريا في مراجعة كبارك تكلف الدروس الخصوصية بين مليون ونصف زمدين المادة الوحيدة تقع بما بين ميتين وسبعين وكاتين تعمل ستة وسبع موات تلقى السوم بعض وبعض جدا يذكر أن الدولة التونسية سعت في كل مرة إلى تقنين الدروس الخصوصية على غرار الأمر الحكومي الذي صدر سنة 15 و2000 والذي يشترط تقديم الدروس الخصوصية داخل المؤسسات التربوية العمومية مقابل عقوبات تأديبية للمخالفين في الشان البرلماني يعقد مجلس وبالشعب اليوم جلسة عامة تخصص للنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية أنه بالبرلمان ياسين مامي أوضح في تصريحنا الأخبار أن مقترح القانون يضبط حقوق المرضى المنتفعين من الهياكل والمؤسسات الصحية كما أن أحكامه تنطبق على مهنية الصحة أثناء ممارستهم لأنشطتهم المهنية وعلى كل الهياكل والمؤسسات الصحية بالقطعين العام والخاص تنطلق اليوم في سيول أشغال القمة الأولى التي تجمع كوريا الجنوبية بإفريقيا بمشاركة 48 دولة أفريقية تحت شعار المستقبل الذي نصنعه معا النمو المشترك والاستدامة والتضامن وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد تشارك تونس في القمة بوفد يترأسه رئيس الحكومة أحمد الحشاني وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون مع القارة الأفريقية وتوطيد الروابط السياسية والاقتصادية بين البلدان الأفريقية وكوريا الجنوبية خاصة في مجالات البنية التحتية والرقمنة والطاقات المتجددة نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين إلى آخر تطورات في قطاع غزة فقد استشهد ثلاثة فلسطينيين وجرح آخرون فجر هذا اليوم في قصف صاروخي استهدف منزلا بمخيم البريج وسط القطاع كما أعلنت كتيب شهداء الأقصى استشهاد اثنين من أفرادها خلال اشتباكات مع جيش الكيان الصيوني في طول كرم بشمال الضفة الغربية ليرتفع بذلك عدد الشهداء في الضفة إلى خمسة خلال ساعات قليلة إنسانيا أكد مكتبه والأعلام الحكومي في القطاع أن أكثر من ثلاثة ألاف وخمسمائة طفل في قطاع غزة معرضون لخطر الموت بسبب سياسات التجويع الصيونية ديبلوماسيا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستطلب من مجلس سلامنا الدولي تبني قرار يدعم مقترح وقف اطلاق النار في القطاع في المقابل قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسان بدران قال إن الحركة لم تتسلم أي ورقة جديدة لوقف اطلاق النار في غزة والمقترح الذي قدمه الوسطى في السادس من ماي الماضي ووافقت عليه حماس وفصائل المقاومة هو الموقف المعتمد رسميا حتى هذه اللحظة إلى هنا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري الصباحي المفصل قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية إليكم تذكيرا بأمر زي مجافي رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة أن يكون مشروع تنقيح نظام التعامل بالشيك قائما على التوازن بين كل الأطراف ويؤكد ضرورة تيسير السبل لكل من عبروا عن إرادتهم في بعث شركات أهلية شركة واللحوم تشرع هذا الأسبوع في بيع الأضاحي ولحم الضأن الجاهز بأسعار تفاضلية الدروس الخصوصية لتلاميذ البكالوريا ومفعولها المالي على العائلات كان محور تقريرا في هذه النشرة وفي قطاع غزة استشهاد ثلاثة فلسطينيين فجر هذا اليوم في قصف صاروخي استهدف مخيم البريج يوم سعيد متواصل بعد قليل على موجاتنا حتى تاسعة صباحا مع نبيل عبيد مع جمال تحيات كامل الفريق شكرا لكم على طيبة الاهتمام والمتابعة